أما لو نوى في أول وضوءه كما سبق من قبل نوى في أول وضوء ثم غفل اشتغل قلبه بشيء غير استحبار الوضوء وهذا يحصل كثيرا للناس يبدأ أول الوضوء مستحضرا أنه يريد أن يتوضى أو يريد أن يرفع الحدث عن نفسه ثم يبدأ بالوضوء وبعد ذلك ما أن يصي إلى وجهه إلا ويذهب في مشارق الأرض ومغاربها يروح السوق ويرجع وهو يتوضى صحيح فهو غافل عن الوضوء يؤدي أعمال الوضوء وهو غافل هذه الغفلة عن النية هذه الغفلة عن النية الآن بعد أن حصلت النية في أول الوضوء هذه الغفلة لا تضر الطهارة من حيث الإبطال فالطهارة صحيحة لأنه حصلت النية في محلها ولم يحصل ما يفسدها غاية ما في الأمر أنه غفل عنها فقط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر